ووضع الكتاب دا يوم القيامة فترى المجرمين في ناس مجرمين والمجرم دا ما إلا البغشك في موبايل بيوهمك إنه دا موبايل كويس هو كعب والا المجرم الزولة البطفر في البيت يسرق القروش حرامي لا لا المجرمين كتار المجرمون دا من المجرمين الذكرناهم دا وبيجرام أخطر من دا في جرام في الدين وباسم الدين ضيع دين الإسلام قال الله تعالى في سورة الزخرف إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون والله الشوكاني في فتح القدير في الجزء الثاني قال إن المجرمين أي إن الكافرين قال والدليل قوله تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون ولا يخلد في النار إلا كافر أو مشرك فذول المجرم دا أخطرنوا على الإجرام الإجرام باسم الدين ذولهم يمكنوا ذول دين ويخدش الشباب وغيرهم والكبار أعمامك الكبار يخدشهم باسم الدين يفتح له مسيد قرآن حفظ الناس قرآن ذا كلام سمح ما فيتنين ثلاثة كونو تدحفظ الناس قرآن كويس لكن بعد القرآن فشنو بعد شوية دقل علم بعد شوية نساوين جن الدائرة جنة أبو الشيخ دائرة لي جنة أيوه دائرة جنة عديل كذيه أي دائرة جنة عديل أقيف بإجائي وايوتي بإجائي والله أنا أبو الشيخ أقرو شراحت وذهبي راح راح آي بإجائي وإتي والله أنا عترت يا أبو الشيخ الحقنا يا ناس الله قال في القرآن أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون الجنة بيديها الله أم لا بتدويته الجواب بيديها الله سبحانه وتعالى الله اللي بيديك في ناس بيديهم بنات بس بيت بس قالوا لابيت والتانية والتالتة وعشر والدات بيت بس بيت وقد يطلع عن بنات محترمات في نهاية المطاف لكن بيديه بنات بس وفي نوع بيديها أولاد ولد 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 عشر أولاد يا الله سبحانه وتعالى يا الله سبحانه وتعالى وقدر الله وقدر الله وعطاء الله الذي قدره قال قال سبحانه لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا في ناس بديهم بنات ويهب لمن يشاء الذكور في ناس بديهم أولاد أو يزوجهم ذكرانا وإناثا في ناس أولاد بنات ويجعل من يشاء شنو عقيمة في ناس ما بشي بعد إتا الشغل هذه من الله سبحانه وتعالى ما منزول ولا بالقوة تلقى زول مشلول عنده سبع جنة سبع جنة تلقى عنده مشلول واحد عمى تلقى عنده ولدين والولدين بمفتحين شايفين واحد تلقاه إن الدزول بني يرميه هناك ما فولا جنة ما شغل ما قوة شغل من الله سبحانه وتعالى ذا قدر تؤمن فما تبشلك ليه زول قول له وكلامنا ده في ناس يشوفوه بعيد قول لك معقول لا سيفي زول بمشلك ليه زول ليه جنة إتا قول أنا ما مشيت أشكر الله لكن في ناس بيمشو في ناس بيمشو إتا خدت القاعدة دي عندك أو خدت الفائدة دي عندك واحد اتنين عشان تمنع عليها تبلغ دعوة الله تعالى ولو ماف انت تبلغ دعوة الله طيب اتنين فأي تلقاته مش برضو ليه فكي أبوي الشيخ أنا اندي ذهبات رايحات وأبوك الشيخ بعرف الرايحة قلت يا أبوك الشيخ ده بعرف الرايحة لا والله ما غايته الزول قالوا بشوف البعيد لا ما بشوف قال الله تعالى في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب ما كان الله ليطلعكم على الغيب ما الفكي بجيب الرايحة تمشي يا أخي تمشي للفكي أبوي الشيخ في واحد والله حكى ليه قصة قال عزول مفتح الشعب مفتح قاعد جنب الفكي والفكي في الجزيرة جاءت المرأة قلت له هاك دي خمسمية ولدي رايح شوفوا ليه غين الفكي تعمل كيف كيف بعد ذلك قال ليه ولدي قد أصف في بور سودان أنا شايفه من الجزيرة ياخذ أصف دياته بصر قال له في بور سودان قال عزول المفتح ده لابس ليه اللابية قال شلتني على الشيخ المركوب دخلته في جيبه المركوب سرقه بعد ذلك المرأة بيقى تمارقه الشيخ بيقى تلفت وينه مركوبه ألحقه المرأة ما تكون شالته قال ليه يا الشيخ هو التجنة شوفته في بور سودان مركوبك ده في جيبه ما شوفته وقال الشيخ شغلتك دي والله والله شغله مبلبلة ساي أنت ما عارف أنت مركوبك ما الأم فيه تقول ليه يا أخي الولد في بور سودان أنت بتشوفه ده تبصر ذاته تشوف البعيد وتعمل إلى خيره أوهم الناس والله الشيخ ما عنده شغله ما عنده شغله بيجي لغرية بيخوف النساوين والرجال تلقاه يسوي ليه علم أوك قل لك والله أنا شوفته في المنام أبونا الشيخ فلان جغايته المنطقة دي واتبين فيها بعد شوية المنطقة يبقوا حقته الأرض يبقوا حقته صلبت ساي إتزاتك نوم أصحى قل لي والله أبوك الشيخ جاءنا في المنام قال الواطدي رجعت عليكم ما نوم ساي ما كضب نجر ساي كله لف ودوران بعد شوية يجيب له شوال يجيب له وبيجاي عود وبيجاي حجاب وبيغادي محايا وبيجاي بخرة والجماعة يتكبوا فيه أنا عندك دي وديه يدي عود يقول له هكذا فيه بركة وأنا عندك دي يدي محايا هكذا بيشفيك يا ناس الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى